السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة فيزين فاميلي اليوم ان شاء الله كيف ما اطلبتم مني غدا نتشارك معكم وصفات لي حضرت هده النهار كامل يعني مصباحة العشية الفطور والفطور لي كان اخد انا والغداء والعشاء وكذلك الودي وحضرت الحامض المصير نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتطلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة يعني نحطى الفطور ديالي بوح ديالي انا كل واحد شنو كي اخد مع الصباح وكل واحد ومعش كي يخرج انا كنفطر حتل تمانية كنبغيش نفطر بكري كناخد عصير حبة برتقال مع ملعقة كبيرة ديالحبوب الشياء وهنا غدا نستعمل اه حد اه بولين يعني كناخد معلقة اه صغيرة كناخدهم قبل ما كيوصل الاربيع اه سولتوني فنو كناخد كناخد هادو يعني على قبل الحساسية ديالبولين يعني خسنا ناخدهم قبل يعني باش كنقويو المناعة اه كناخدهم دائما مع شي سائل لان المدق ديالهم بوحدهم ما كي يعجبنيش صافي كنخلط اه يعني كن موهم بكش اللي كاين في الدار كنزيدوا على هاد هاد حبوب الشياء دي وكنخليهم واحد اه اربع ساعة باش كي اه شربوا هاداك عصير البرتقال وعد كنت نناولهم يعني كنهار او رزقو يعني كعجبني بزاف ناكل خبز مع زيت الزيتون واكي للتغيير مرة مرة كل مرة واشنو كناخد صافي ده بغن دوزو باش نوجدو العجينة يعني هاد نهار غدا نعجن مع الصباح يعني كل مرة ومعش كنعجن غالبا كان عجن في الليل ولكن هاد نهارك تعرفها رسي غدا نوجد حد ليزومبورغيا وما ديش نعجن واحد آآ آآ الكيمية كبيرة آآ هنا وغيت نوريكم هالطريقة هادين لما كنتوش غادة يعني تستعملو آآ الخميرة البلدية كاملة آآ آآ أنا غا نستعمل ليو مغي 300 جرام غدا آآ كنزيد لها شوية ديال الماء وكنزيد لها شوية ديال الضقيق يعني خديد دبع عبر 300 جرام زولتها وكنزيد لها شوية ديال الماء وشوية ديال الضقيق صافي وكنزيد عليها وكنخليوها ضروري نخلي واحد اربعة وشرين ساعة باش كات آآ يعني كاتولي قوية عاد كن نعود نستعملها مرة اخرى دبع آآ كيف ما شدتو معي غي كنخلطها كده يا كنخلط نخلط كيتجانس كل شي كما كتشوفوا معي صافي وغدا ندوز دبع باش آآ ناجن عبرت ليكم بالميزان باش آآ لان اخاوات طلبوا مني باش نعبر ليهم هنا غدا نستعمل كاس كبير ديال ديال لبن آآ الكاس تقريبا فيه ميتين آآ ميلي ليتر وغدا نشوف يلخصني نزيد غدا نزيد آآ غير ما مغاداش نزيد اللبن احنا غدا آآ عبر 300 كرام ديال الخميرة البلدية هنستعملها بوحدها وهد العجينة هادي بما انني غنعجن الصباح يعني ما غديش نعجن بالليل غدا نوضع عفوحد انا غنسخن شوية الفران يعني دبرا نشعلت الفران آآ يسخن وغدا نطفعه هنه غدا نضيف ملعقة صغيرة ديال العسل باش تساعد على التخمر في نفس الوقت آآ في نفس الوقت كي جينا هادا كل البطبط محمر هنه غنستعمل الدقيق آآ الكامل يعني فارينا بالنخالة ديالها آآ هذا اللي بالفاريناه لما درناش شوية ديال العسل ما كيبغيش يتحمر طافي من بعد معجنتها مزيان هنضيف لها شوية ديال زيت زيت باش كيعطيها مضاق وكيعطيها رطوبة وغنزيد شوية ديال الملح وغدا رجعها باش تدلك مزيان ونخليها تخمر كيف ما قلت لكم في الفرن اللي كيكون دافي هنه غدا ندوز باش غدا نوجد السلسلة غدا العمر عمر بيها انا سميته آآ بورجر آآ ماروكا يعني آآ يعني غنديرو بحال صندويشات آآ بناكة بنكهة مغربية هنا غدا ننشحر هاد البصلة والفلفلة حمراء والبصلة والفلفلة خضراء هنا غن آآ بعد ما شحرتهم غنضيف لهم شوية ديال الملحة شوية ديال كوركم شوية ديال تحميرة والهريسة وشوية ديال قصبر شوية ديال كامون والتوم سافي غدا نخلط كل شيء هادشين ورجعون نشحر واحد آآ خمسة دقايق صافي وزدت عليهم شوية ديال القصبر في حتى من اللي تفيت عليه صافي دبا هاي وجدات غدا نوضعها دبا على جنب وهنا غدا يعني نوجد الكفتة ديالي ونخليها آآ تشرب واحد شوية آآ فيها آآ يعني اسكنجبير وشوية ديال كامون وشوية ديال تحميرة وشوية ديال الملح وشوية ديال البزار الى كان وحتى القصبر حتى هو سافي والقرعام حكوكا والبصلة والربيع والقصبر والمعدنوس سافي بعد ما خلطتها مزيان غدا نغطيها ونخليها على جنب هنا كيف ما شفته معي آآ شوية هاد الدنجل في الفرن هو اللي غنستعمله في بلاس الجبن آآ غدا نزيد ليه شوية ديال تنجلان فص من التوم وشوية ديال الملح وشوية ديال كامون وعاصير آآ حامضة وشوية ديال زيت الزيتون في هنا آآ العجينة خمرات ليه كيف ما شفته معيه ولت هكده غدا نشكل دبا قويرات وغدا نخليهم يخمروا مرة تانية من العجينة كتكون شوية متلوقة شوية مشي بسيف وغدا ننقرسهم شوية مرقوش ما غداش نرقو يعني اغندير بحل مطلوع ما ميكونش خاوي من الداخل مرسهم يعني بالقياس اللي بغيتوا لابغيتوا هاد العجينة هادي نفسها كنحط دراحته في الفرن يعني كنطيبهم في الفرن آآ يعني كتخليهم غلاضين شوية يعني بحل يعني بحل اشكل قريشلات كذلك ومدهنهم بشوية ديال حليب ونرشو عليهم شوية ديال زنجلان وطيبهم في الفرن اللي بغينا صافي كيف بيت لكم هنخليهم يخمروا ساعة تقريبا هنه غدا ندوز باش غدا نشكل يعني الكفتاء ديالي تكون تقريبا قد آآ البطبوطات اللي حضرت او آآ المطلوع ولا آآ الخبيزات اللي حضرت آآ حضرت يعني كمية كبيرة ديال هاد لي زنبورغا لانا عارفة هم كيعجبهم بزاف آآ غدا نوجد دباغي الكيمية لغدا نحتاج هال آآ الغضاء وآآ ما تبقى غدا نخليه حتى نحضره من تنوجده من بعد صافي غدا ننطيبهم انا في الفرن ساخن كون درجة ديال حرارة ديالو ميتين وعشرين انا غدا ندوز لانني انا ما كنا اكلش لحم يعني من رمضان ما كنا اكلوش غدا واجين ديالي في الخضر يعني دك شي اللي كان عندي في تلاجة غدا نغطيه وندخله اي طيب اي طيب يعني حتى الكفتاء نصافي همال بطبوطات ديالي طيبتهم يعني عادي في في المقلع غدا ندوز باش ندهنهم بالنجال اللي تحن تلي فيها التومة وفي شوية ديالكامون والزنجلان وزيت الزيتون والحامض غي شوية ديالحامض مشي بزيف كدهن بي انتم ما كتشوفوا آآ هذا كيسميه كافيار آآ دو برجي غي انا كنحضره بطريقتي كندهن بي بحلا كندهن يعني بالفخوماج هاد السندويش هادا كيجي لدي الديد 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 بزيف هو من ابتكارات ديالي آآ يعني هاد الصندويش هدا يليق اه شو واحد اللي بغا يدير مشروع يعني ممكن آآ يعني عارفة كني بزيف ديال اخوات متبعيني آآ كي ديروا لكوموند في الدار يحضرو لكوموند في الدار هدي فكرة بالنسبة لآ يعني فكرة هو صحي غي هي الفلفلة خضرة بلاش ما ديروها من احسن ديرو غير الفلفلة حمرة يعني هي حلوة وكتحضم اه حسن من الفلفلة خضرة كتحضم بسهولة والفلفلة خضرة بعد المرض كتكون شوية مرة صافية كيف ما شفته معايا كن ندير شوية ديال لهذه السلسل اللي حضرنا من التحت وشية من الفوق وكنوضع عليه يعني كنغلقو صافية عندهنو بشوية ديال زيت الزيتون وكيصبح اه الصندويتش ديالي واجد وممكن كذلك نحضرهم يعني صغير ورين وكتصبح اه وجبة الغداء واجدها هنا عندي طاطا حلوة اللي طيبتها في الفرن بنفس الطريقة اللي كنت قدمت لكم واحد المرة ديال الفخيت ديال البطاطا اه بتاطا العادية وهنا احتى بطاطا عادية اللي طيب تحت هي غير غير في الفرن مع شية ديال زيتون وشية ديال الملح صافية ووضع والخضرات ديالي ها هي وجدات وانا عادرت لي واحدة صندويتش ترتفيغي هديك السلصة ديال الفلافيل وشوية ديال البصلة الطويجين ديالي كان ناكلو هاكتا بلا خبز يعني كينشف من المرق اللي كيكون فيه واللون ديال هاد الخبيزة هاكتا لانا عجناه بلا سبيغولين يعني هاد الخبز كان عندي الخبز ديال الخميرة البلدية كيصبر يعني كيبقى حتى الخمسي ايام انا جربت خليتو حتى الخمسي ايام ما كيتولي فيه لا ريحة لا تشي حاجة سبحان الله ماشي بحال الخبز الاخر وصفية غندوز باش نحطر ان شاء الله الكيك ديال القوتي وفي نفس الوقت كيبقى ليهم الفطر هنا غدا نستعمل كاس صغير ديال البرتقال غا نستعمل معه البكاربونات دوسوديوم دابا باش ضروري البكاربونات دوسوديوم نستعملوها مع شي حاجة حامضة يعني اما مع البن اما مع الحامض اما مع البرتقال وكنستعملو غي شوية ما كنستعملوش بزاف اه كنستعملو يعني ملعقة صغيرة ديال القهوة تكون ممسوحة وإلا كيجي المضاق دياله باين وكيجي مالح وما كنستعملوش الملح انا هاد الكيك ديال اليوم عادي جدا غنتشاركو معاكم غير لقبل انا الاخوات كنسولوني كيفاش كنستعمل هاد البيكاربونات دوسوديوم وغانتستعمل هنا قشرة ديال حبة برتقال ولكن خاص البرتقال يكون بيو وهنا بالنسبة الاخت اللي سولتني على السكر ديال الكوك هكي يكون على هاد الشكل قاتلي نوريه على عنقرب هنستعمل منه غي ملعقتين لان هاد الكيك غادي يكون فيه شوية ديالسبيب وشوية ديال الكمبيرج ما غديش غادي يكون حلو صافي غير بالنسبة الحلواغي مع المدة لان قصطو لوليداتكم السكر مع المدة كي ولفو ما كيبقاش يعني داك الماضاق الحلو حلو حلو بزاف ما كيبقوش يتحمله انا تبا ولادي لكن الحاجة حلوة بزاف كديهم غير عادي لانه ولفو يعني دايما من السوس دايما نقصه السكر وكنتستعمل هنه نصف كأس ديال اه زيت الزيتون يعني كل نادة باحت اخواتي اللي صغر مني احتو ماء ولو كي نقصه سكر صافي غاستعمل هنه اه زوج ديال كيسان ديال اه دقيق اه تي اه سوسونتسانك يعني دقيق يعني اه دقيق ديال الفارينا اللي كيكون مغربل من خالة ديالو وغاستعمل كاس تعملت كاس ديال الشوفان يعني ممكن استعملو غي ثلاثة ديال كيسان ديال دقيق العادي وهنا اخذيت معلقة ديال اه دقيق وكنخلط هاد المكسرات يعني ذاك شي اللي توفرتوا عليه بالدقيق باش ما كيهبطوش لنا لتحت هاد لاستيوس هادي باش مايهبطش لنا هاد شي التحت يعني كيبقا كيف ما خلطوه في الكيك كيف ما كيبق صافي وغدا نخلطو الكيك ديالي كيف ما غتشوفو معايا يعني الكيك يولي العجين كتولي اللون ديالو هكذا لان السكر كيكون اصمر كي مشي مشكل صار حقسنا نحاولو نقصو شوية مع المدة كننقصو شوية ديال ديال السكر كنولفو لان بحذب البرتوقع الحلو زبيب اللي ضفترا حلو يعني لدي داعي احتى التمر احتى الكيك بالتمر كيجي زوين ان شاء الله نتشاركو معاكو اه سافي غدا نوضع هاد الخليط في المول وكنكن سخنة الفرن تارجة ديال الحرارة ديالو كتكون مية وثمانين وكندخلو احتى كيطيب وكنخرجو بالنسبة لزيت الزيتون هاد زيت الزيتون عندي جديد ما كيجيش باين المدق ديالو كيتواتن زيان مع البرتوقع انا بالنسبة لازولتني بغتني نشوف نوريها الانواع مره مره غدا نوريها نوع اخليت لكم دابا الصورة ديال الاتاي ديال بالجسمة صافي الكيك ديالنا كيجي على هاد الشكل مع درنا فيه كاس ديال ديال شوفان كيجي شوية كيتفرتت ولكن ماشي مشكل غي هو الكيك بحدة بالكيك ديال ديال شوفان الى كتر الى درنا يعني شوفان بوحدو كيجي تيتفرتت الضروري شوفان خلطو مع دقيق عادي يعني الدقيق اه صافي هنا غنجي باش اه نرقد هاد اه غندير الحامض المصير غنعمرو اه بالملح يعني نغسلته قبل بالبي كاربونات دو سوديوم شوية ديال الماء سخون غسلته مزيان ومسحته مزيان وده بغدا نعمرو بالملح هالطريقة هدي احنا هكدا كان كان يعني دايما كان نحضره غي الحامض المصير ما كان حضروش الحامض لمرقد اه من يعني من اللي كان صغيره وحنا كان حضروه بها الطريقة هدي صافي كيكون هاد القرعة هادي خصة ضروري تكون مغسولة مزيان 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 متكونش اه مصخة وكنحاول نزير مزيان هادوك يعني دوك الحامضات را شوفتو دخلتهم بزز يعني خصنا نزيرو مزيان وصافي احتكمل الكمية ديالي وشوفت وراني دخلت هذك شي كله فهذا القرعة هادي يعني كان بقى ونحاوله ما امكن انا نزيرو وكان ضيف شوية ديالزيد السيتون الفوق وكان بقى يعني الايام تلولة كان بقى كل مرة كان قلبو اه حتى كدوز اسبوع ومن بعد كان بقى نقلبو مرة في الاسبوع يعني حتى كيوجد على خاطره يعني من شهر حتى الكتر كل ما كيجي احسن كل ما كيتعسلو كيوليزوين سافي هنا غندوز باش نحضر العشاء غدا تكون يعني خفيف غي غيس شربة غنستعمل الجزار وغنستعمل غنستعمل احنا التومة وغنستعمل الكركم والزنجبيل والبصل وبالنسبة الحامض حتى كالطيب وغدا نعصر عليها الحامض صافي قطعت كل شي واضفت لي هنا يا الماحتة كيتغطى تتغطى الخضر بالماء وكندير هالطيب على خطرها صافي بعد ما طابد لها شوية ديال الملح وشوية ديال البزار وشوية ديال الحار يلا كنك يعجبكم انا هاد نهار ما ضفتش الحار هو البزار باش الكركم كيكون قوي كان ضروري كنديرو مع شوية ديال البزار صافي كنقدمها بحت طريقة هدي مع شوية ديال القصبور ولا سيبولات ولا شوية ديال الكوكا وهات شي كله غي اضافات وزيت الزيتون ضروري زيت الزيتون كنطحن بيه انا شربة صافي سالينا الوصفات ديال هاد نهار انا هاد شي كله وجدته في الصباح باش كنتهنان اتمنى ان شاء الله يكون كل شي هاد شي لنا الاعجاب ديالكم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة